صباح الخير او مساء الخير يا بورد الكوز. في الفرقة العطفية. طب نبدأ بذا انت تقطق. اول حاجة اه ممكن تكون انت بترقب حد. او حد برقبك. يعني بس دي تقطق عموما. اه ممكن تكون كمان عندك دي تقطق العطفية. بس انت بترقب حد بورد الكوز. وعملت رقبه على السوشيل ميديا. او زي ما تكون عايز تعرف عنه اخبار او تعرف عنه حاجات. ممكن يكون في حد برقبك. اه ممكن تكون كمان كنت اه مش عارف تتخذ قرار. في يعني عدة قرارات وانت مش عارف تتخذ انهي القرار سليم اه اتجاه مسلا شخص معين او حاجة من هذا القبيل لان. لاني بعديها اه دي العجلة التحرك الى الامام. فانت تقريبا كنت محتار في قرار وزي ما تكون انت خذت قرار بقى وانت متجه نحو هذا القرار يعني. لاني كمان عندك انا البيج وفوند. ولكن البيج وفوند مع انه شخص اه يعني بصص بقدام كده ومسك عصاية ومتباهي ولبس كفية كده حلوة وكام. ولكنه طفولي بعض الشيء. او اه حالا كتير ببقى مش عارف هو بيعمل ايه. يعني هو واقف كده مش عارف هو مش عارف قدامي هو ورا. يعني انت ازا شوة ده شخص ماشي بخلاص نمشي لقدام. او كنت محتار برضو من قرارين حاجة زي كده. ولكن انت الان آآ متخذ قرار في انك تمشي لقدام او تروح حاجة تانية او تعمل حاجة تانية ولكن واقف كده ما تمشي حاجة. زي ما كنت بترائب الطرف اللي معاك ده هي امر ايه. الناسة من كنت تكون هددته مسلمة. جميع انتها تسيب العلاقة وتمشي. فانتا لسه منتظر بقى تشوفه. ايه ايه? ايه القرار او ايش ايه اللي هيتغزه. انا حاسة انتو بتعندوا بعنض. في مسرحية بتحصل هنا انت. انا فرج عليها كل ما دلوقتي. طيب. مشاعر ايه? مشاعره جميلة جدن يعني ده النايتو في كبسة. ده مقدملك كاس حبه وعلى الفارس يعني هو جاي لك آآ ببطء شوية. او هو عنده بطءة التعبير بالمشاعر شوية. او انه جاي بس ديك مختر وكده. ولكن هو بيحبك يعني مشاعره حلوة. هو بيحبك وصراحة. في الاصل هو بيحبك وحبه صادق. مش كاذب او حاجة. وممكن تكون كمان يكون عايز يخطوبك كمان او عايز يجاوزك. بس هو تقريبا والله اعلم ما خد المشاعره دي. هقولك ليه بقى بجازة بص هو انزل لنا دول وهذا الشخص آآ برقبك اوكي الولاقتين دول ديك. تخلي ده لك بقى برقبك بيتجسس عليك على وسائل السوشيال ميديا هو شاكك. انا مش عالفة ليه حاسة انه شاكك ان انت بتعرف حد عليه. بس ضبط. الشخص ده شاكك فيك. اوكي شاكك فيك. لو انت بنت فهو شاكك ان انت بتتواصل مع حد غيره. اللي بقى لقى وردين دول منزلوش صدفة. هقولك ليه دلوقتي. هو بيحبك. بس عشان هو شايفك ان انت شخص بتخدع. او بتضرب في الظهر. هو شايفك كده. شايفك ان انت بتحب دايما تنتصر لزيتك كمان. شخص مغرور وشايفك مغرور. وشايفك امور برضو. ده حاجة غريبة كده. خلاش بالكارت ده تاني. انا حاسة ان هو شخص شكاك. يا ممكن يكون هو بيحبك وكل حاجة ولكن هو شايفك ان انت شخص شايف نفسك شوية. او ممكن تروح شايفك انت ممكن تروح لحد غيره. عادي جدا عادي تمشي. انت انت ظاهر ان انت قطعت معاه او منفضله ومهتم بنفسك اول يومين دول على فكرة. مهتم بنفسك. وممكن تكون كمان بتنزل صور وحاجات بقى. فهو حاسس بان انت بص هتاني فيه حركة. هو حاسس بانت فيه حركة كده مش مش عارفة ليه. ايه الليتر دو? دو مجتمع على خلص. ده مش هيبقى ده اللي يوضح المعنى ولا ايشيء. نسحل الورق احنا نفسنا. عشان ايه? عيب. عيب انا 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 مش اوليلة. انا مش اوليلة في البلد دي. عيب. مش بقولك خايف منك? خايف منك. شاكك فيك. خلص بنسبة 2% عب قطعيا شاكك فيك. شاكك فيك قوي. يعني ده ورقتين يوضحين المعنى ويقبطهم. شاكك فيك جدا. وخايفك خايف. شايفك هو مش شايفك ان انت بتخدع. بس انت عملت معه حركة انت ممكن تكون. بالزبط عملت كده. انت طنشته. وعمل بقى تنزل في صور وموت. تم بحالك. والاول. لو انت ولد عمل بقى تغير في شكلك وبتلبس وبتتزوق اهو حتطل الكوفية بقى. وانت بنت عملت الزوائي وحطى البرميطة. وحاسس بان انت. هتخلع منه. هتخلع حرفيا. كنت هتخلع دي. وتروح بقى لحد تاني. خايف منك قوي. خايف منك قوي. شاعر بان انت هتقلب عليه مرة واحدة. هتقعد تدينه حتة قلم على وجه يفوقه. يقول شاكك فيك يعني الوقفة الوقفة دي وقفت. وقفت ناس هتلم الحاجة. تشاكك فيك قوي. وخايف ان انت تسيبه مرة واحدة. خايف قوي ان انت تسيبه مرة واحدة. وبصه وبصصلك ازاي. خايف منك. على فكرة يا برج القوس. انت ظهر ان انت فعلا سبت ويتكلم مع نفسه كده. انت سيب السيوف. وهو شايفك ان انت مشيت. ده مش انت. ده ايه ده انت. سيب السيوف ماشي. هو بصصلك. وبصصلك وبيقولك انت هتعمل ايه. هو خايف منك ايه. وبيقولك انت هتعمل ايه. 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 شخص ده ممكن تكون بتتعامل مع برج هوائي. او مائي. سرطان برضو. سرطان عندي هنا ونزان. وهوائي اتنين هوائي هنا. فخايف منك قوي. قوي يعني. حاجة يعني او ما نشوف شخص ايه شاكك في شخص قوي جدا. وبتصنط عليك حاليا دلوقتي. دلوقتي هو عمال يجمع عنك معلومات. ونشوف بقى بتاني ايه ورايحك انه ممكن تكونوا قطعين مع بعض ببالك وفترة. ولكن انتو مع بعض ع السوشال ميديا. لكن هو او برقبك بقى. نيته ايه? ده نيته صعبة قوي. ده نيته. نيته يحسبك على كل حاجة. ايش حصل ده غيور. غيور قوي. مش عارفة حسلت كده. ال king of sardis وال queen of sardis. ال king of sardis شخص اه اصلا بيخد من شعره. نوطلك عن خد من شعره. وبيدي كلام بقى. بيدي كلام. هو رفعلك السيف. وبيدي كلام بقى محمد الشياطر يقوله ستوب. ال queen of sardis ايه شخص بيدي كلام ولكن. كلام مش بيوجع. ولكن كلام حق. كلام حق. هو حاسس بان انت لعبت عليه. انا خايف انا بقول للكوز تكون جيت اه تكحلها قمت عميها حاجة زي كده يعني انت جيت تخليش غير عليك عشان يرجع تاني مسلا او نتزدت معك في العلاقة فقمت مسلا اه انت مسلا انضفتي اولاد مرة واحدة نزلت صورك مرة واحدة فخايف يكون انت لقبتي عليه بتبعادي عليه وانت بتكلمي ناس كتير اه ممكن تكوني عاملتي الحركة دي فهو عايزين ايه عايزي يحسبك عايز يمساكك كده يحسبك كده وفي نفس الوقت يضربك يعني يحسبك وضربك اللي بالله ميتي خير ميتي خير لان الكنج اف سودس والله مش متفقل مش متفقل على حتة ان هو مش بيحبك بيحبك جدا على فكرة بس هو شخص شكله اه عنده حب التملج هو حاليا نسينا نعرف هو حاليا في حياته اه بيتوازن على فكرة وهذا الشخص على فكرة ممكن يكون بيعمل اعمال خير حاليا وممكن يكون بيعطي او بيشتغل في حتة بيساعد فيها ناس او حاجة زي كده يعني هو حاليا متوازن يعني ولكن مش عايزك تمشي يعني هو شايفك ان انت مشيت وزي ما تكون عد ما نهيتوشه العلاقة وانت راح تفتضت اللي عم مستنى انت راح فيه انت هتسيبني وتمشي ملاقي اللي يطوي يعني اللي هو انا هولع فيك هولع فيك هولع فيك او هولع فيك حاجة حاجة من اللي اتنين زعلان منك او زعلان منك او يجراءك زعلان منك او يجراءك الثمان هنا مع الكنجورسوردس لما وضحت الكنجورسوردس نيتو مش باين بصراحة هو مش باين نيتو بس هو زعلان او او عايز ام يعنيisa عايز يعرف الحقيقه أول هي شاكج فيك او كده او شاكج فيك او هولعا عايز يعرف فيه ايه بيحصل من او او ضوعشها هو شعر بان في حاجة بتحصل واحدة انا عيبول لك بس وصلك وبقول لك انت عادتيني داغري انته عاجز ن identific كده شعر بان انته بتعمل حاجة من ورا ضهره له وهعايز يعرف بقى اللي بيحصل من ورا ضهورته بالجزء حالا اقول لي حالا كنت فين. قول لي حالا كنت تتكلمين. ادي لي اكاونت الفيسبوك اشوف ايه. ممكن يكون هزا الشخص يحب التملك. او معندوش يوم مرحميني في العلاقات. معندوش النقطة دي. يتبقى معي مزبوط وتحت عيني خلاصة. فميته غريبة شوية. انية بتاعته غريبة شوية. طب هو نوي على ايه? نوي لك مية حلوة. لو لك ما تحاسب ويحاسب ويجيب ناس تتحاسب. شخص ده متسلط. متسلط على الطرف اللي بيبقى معي. طيب. طيب. طيبين تلاتة اربعة خمسة زيبتا. بص دقا من الاخر فيها الاختيها. هو مش هيسيبك. مش هيسيبك. لانشان عدي بقى اعتبارها يا بابر كوس المسج المسج مني كده بوصله لك. الشخص ده مش هيسيبك. لو انت بقى عامل الحركات دي عشان تجيبه تاني فهو جايلك. بس هيجي الاول يبطش وبعد كده يقولك تهالا بقى. الشخصية رئيسة عصابة. مش بس مش بالمعنى الحرفي. ما بتسيبش حاجة هيعزها زكية جدا. هو هيعرف يرجعك التاني للعلاقة دي. انت زي ما قلتلك انت مشيت. انا عرفت وعرفت ما بقى دي. انت مشيت وسبتو او فصلت معي يعني ما بتوش تكلمه بعض مسلا. وعمل بقى تحلاو وتنزل في صور وتنزل في صور وتكلمي ده وتكلمي ده وتهزري معدفة كومنتاته. ايه ده انت ليفتك زرق. تعالي بقى. هو مش هيسيبك. بيحبك اوي. يلا بيحبك جدا. جدا. ولكن هو ما بيحبش الطرف اللي معاه. يبقى بعيد عنه او بييدها نعينه. معايا يعني تحت طوعية. هو شخصيته كده. فلو انت او انت متضايقين من الشخصية دي فهي مش هتتغير. هو كده او هي كده. شخصية بتحب اللي معاها بتاعها. او بيحب البنت اللي معاها بتاعته. لكل بساطة. فهو نوي على ايه? لا ده نوي ان هو بص نسيكلة العصاية. وبيقولك تعالي بقى انت بتعملي ايه? تعالي بقى انت بتعملي مين ده ومين ده ومين ده ومين ده وليه? ومساحبه بقى كل الجادة اللي عادل ستتفضلني من غير ما تتكلمني. لانه بيحبك اوي. هو اصلا مش شايف الحب غير ماعك انت اخلي بالك. يعني برغم ان هو قاسي ممكن يكون الكلام الحاد في في انه يعاتب وكده ولكن هو بيحبك. حبك اوي كمان. طب بص بقى النصيحة بتاعتك. النصيحة بتاعتك حلاوي يعني. النصيحة بتاعتك اوعى تتحرك. خليك زي ما انت. بص يا برجي الخص. الاتنين دول بصين اللي قدامه متقنعرين قوي. خليك متقنعر. يعني فهموها بقى متقنعر. متقنعر او من اه متكبر. بس ما نتكبرش يعني. عموما احلوه. لو انت بتحلوه احلوه زيادة. الشخص ده لو انت عايزها يرجعلك لو هو فعلا مش راضي يرجع او او يعني بيقول مسلا عادي بترجع عادي ما ترجع فهو مش هيرجع لبالطريقة دي. تقريبا تقريبا والله واعلم انتو عارفين شخص لا بيرجع زي بيرجع لما بتحلوه وتنزله صور وكده. صور بيحبك. بس هو تقريبا يعني بيجيلو حالة كده ان هو بيقفل مرة واحدة. فخليك زي ما انت. التمليك براحتك ايش حياتك? ايش حياتك? ازا الشخص مش هسيبك خلي بالك. بس ايش حياتك? ما تبصلوش. من الناس مش هده بالك. ايه ده بعت رسالة ايه ده يعني احنام. ردي علي عايزي براحتك. ولكن هو عايزك ومش هسيبك يعني بالمانة الاضافة يعني. فالنسيحة بتاعتك براحتك. وكمان المسيحة دي ممكن توحي بطريقة تانية. لان انا حاسة ان المشكلة هنا مشكلة غيرة. اكي? وممكن تكون انتو اتخلقتو من الغيرة دي. خلينا نشوف النسيحة طيب تاني. نسيحة ممكن تقول تحررين من الغيرة. ده زمون. لا مش معناها كده. آآ الانبر سواء. يالك الانبر سواء. آآ بص يا برج الكوز. خليك غامض مع هزا الشخص. هزا الشخص آآ انا فهمك بقى شخص ده ايه? شخص ده بيحب الشخصية او البنت الغمضة. لم تكشفش اوراقها كلها. اوكي? من الورق كده. بينجز باوي للبنت اللي زي الصورة كده. بصوة عاملة ازاي? بالزبط كده. يعني لو انتم ماشيين دلوقتي على انكم بتنزلوا صور ومحلوين بقوا متنمين بشغلكو كده. خليك زي ما انت بتتحركيش. خليك الغمضة. ما تكشفش من شعرك اللي عايز الشخص. الشخص ده نبيحبش كشفه المشاعر. بحب البنت آآ اقولك على حاجة ايه بحب البنت اللي وضف موساء لانه. يلا. من دلورق كده. عايز شخص كده بينجزب للنقطة دي. اوكي? فخبي مشعرك ايه. مني نفسك مش يحبه جالك نرح. وهو هيجي. هيصمم عليكي اكتر. لاكتر ده قول مرة شو استمتع بكراقة. فدي كراقة حلوة يعني مش واشا. خلينا طب نشوف اه. عايز متأكد بس من نقطة. مش بقول لك يعني انا يا ربي انا مش عارفة اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه نفسي? اعمل ايه نفسي? مخبي مشاعره. انت لازم افصرها. بس انا فصرتها من غير منازل. اذا شفت انا شطرة ازاي? بقى امره. شخص ده مخبي مشاعره. وعمل نفسه بقى مش همه. تيجي ما تجيش انا كده كده رويح يلا. خليك ازاي من انت. ما تتحركش اسوأ. اسوأ. لو عملتي مانكير في ايديك نزلي سرعوي. الله مانكير. جود دي. وتصبح على خليحة بايبي. وعملي لايف. واتحكي مع ده وتحكي. هو بيجي بالطريقة دي. هيحس بامتك بالطريقة دي. او خاف منك على فكرة. وعلى فكرة الشاعر بانك هتروح ترتبطي. وحاسس بكده اعملت حلوي بها ترتبط. مش هسيبك. وهيجيلك بس هيديك الكلام قوي. هيقولك انت استغفلتيني. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.